استنفار أمنية عاشتها ولاية اسطيف منذ الساعات الأولى لنهر اليوم بعد ضبط حزام الناسف ومواد متفجرة داخل حقيبة لشاب يشتبه أنه كان بصدد التحذير لعملية انتحارية وعلمت قناة دير نيوز من مصادر أمنية موثوقة أن تحركات الشاب الثلاثينية ثارت شكوك وهو يتوجه في حدود الواحد صباحا إلى محطة القطارات بوسط مدينة اسطيف ما دفع مصالح الأمن إلى التدخل وملاحقته لكنه تمكن من الفرار وفور ذلك فرضت السلطات المختصة طوقا أمنيا على مداخل ومخارج المدينة لتعقب أثر المشتبه به والذي كان بصدد تنفيذ هذه العملية أو بصدد السفر إلى العاصمة حيث كان يخطط لتنفيذ عمليته حسب المعلومات الأولية التي استقتها قناة دير نيوز من المصادر ذاتها ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر